السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله سنرى الـ Private Folders هذا البرانسيب صراحة كان مهم في الفرسان القدام الـ Next.js وكيف نرى في اسميه Private تتعني شيء خاصه يعني Private و Folders يعني دوسية يعني دوسية Private لا يقدر يدخل لي حتى واحد إذا عقلته معي مزيان فاش نخدمه بالراوتين أو الأب راوتر في Next.js إذا أريد أن ندخله وسط الفولدر ونقرأ دوسية ونخدمه به ندخل الـ Page .js أو .sx ونخدمه عادي تسكن لدينا غوط موجودة نفتبطه مثلا بغينا ندخل الفولدر ديالي سيرفيس ندخل فيها كده كلاس أو فنكشن كمبوننت أو شيء حاجة بجافة سكريبت ونبدو نعيطه لها مثلا في الكمبوزون ديالنا إذا جينا ندخل هد شيء وسط أب شلو غادي يوقع لنا؟ Next.js غادي اعتبر باللي داك الفولدر مثلا اللي كرينا وسمينا سيرفيسز غادي اعتبره باللي راه راوت وإلا مشينا البراوزر ودرنا سلاش سيرفيسز Next.js غادي يقلب وغادي يقول أجل نقلب للPage.js وإلا ألقاه غادي أفيشي لنا الريزولت يعني هنا عندي راوت هالبرايفت فولدر شنو كتعني؟ كتعني غا نقولوا Next.js عفاك ما تدروا له وخا تلقى شي page.js تلقى أي حاجة ما تدروا له اعتبرها باللي مكيناش اعتبرها باللي موت فاونت وكي أخدموه بيها فاشن بغوا ندرو شي بشي فولدر غسط العاب ويكون يعني ما تدك العراش فالراوتين ديال Next.js برانسيب لي سهل بزاف ولكن أنا بنسبة لي هاد الشي هذا ما لا يقلوه له كي ناس اللي كي يخدمو به ما تخدم به مثلاً وتقول بلي هاد الفولدر والصاب فولدرز ديالو كاملين ما تدرومش ليه فالراوتين يعني ما يدخلوش فيه ولكن أنا بنسبة لي هاد عندي دجا الفولدر اسرسي ونقدر نحط فيه اي حاجو يعني فاش ندروا الفولدر اسرسي وسنخدمو بدك الطريقة في Next.js يكون عندي الكود ميزولي يعني نقدر ندرلي سيرفيس وسط اسرسي ومعمرهم قايكونو اكسبوزد فراوتين باش نخدمو ببرايفت فولدر بلس ما نديرو الفولدر نيشان باسمية ديالو كنسبقوه أندرسكور يعني كندروا بدكتير بالويد كنحطوها ونسميو اللي بغينا نسميو متلا سيرفيسز إلا جيت دابا ودخلت وسط الأب يعني الأب راوتر ودرت واحد الفولدر أندرسكور سيرفيسز هنا وخندر بيج طوت جيس وسط دكت الفولدر أندرسكور سيرفيسز ما غديش يخدم لي يا راوتين هلاش؟ حنت تجا ديكلارت النيكس جيس وقدت لي هادي خاصة تكون نوت راوتابل إلا دخلنا وسط الفولدر سيرفيسز وكرينا واحد الفولدر جديد اسميناه مثلا كنترولر ووسط كنترولر درنا أعود ثاني page.js أش غديوقاه؟ إلا درنا فالurl slash services slash controller حتى فهد الحالة غير طلاليه نوت فاونت علاش؟ حتى راني ديكلارت services as private فولدر وحتى السب فولدرز تكونوا private فولدر قبل ما ندوزول البارتي بخاتيك غادي مبغي نقول لكم علاش الناس كي يستعمل private فولدرز أول حاجة المسألة غير تنضيم يعني غير تنضمو الكود بيز ديالنا يعني كل حاجة نحطوه في بلاسة واخلي جمعنا ذاك شي وسط الأب راوتر باك يكونش routable وكي اللي كي يقول باللي راك نسيباري الUI logic وكي نحطوه في بلاسة ونخلى الراوتين في نفس البلاسة يعني كي نحطوه بجوج في نفس البلاسة ولكن هادي كندكلاراها as private يعني UI logic تندر مثلا components وكي نعوث يعني اللي كي يقول لك لا انا غندير هاتشي وسط src وما نخدمش private وهاتش اللي قدرت معاكم ديجا في الفيديو رقم السا ديال link components درنا src ووسط src درنا components وكيف كنقول لكم ديما انا كننصح بال best practice وكنحاول كل حاجة نحطوه في بلاسة إذا كنت غنخدم بcomponents اغنحطوه في src ما غديش نمشي ندير folder ب underscore components ونخلط الراوتين مع مع client component مع server component ونقول لين ندير كل شي folder واحد اللي هو ما كي يلاقش باش نديرو فيه ذاك شي وخا next.js اغطني ال private folders ولكن ما خاصناش نخدمو بهات طريقة حس طريقة اللي مخربقة شوية حنا اللي علينا هو نفهمو البرنسب ولا حتاجينا شنار نخدموه وانا بالنسبة لي يا صراحة احسن حاجة نقدر نخدموه ذا ال private folders هي نفتار طوب اللي عندي واحدة اللي بغينا نبلوكيوها هي ولا روت اللي تابع الليها ولا نستد روت اللي معاها فهذا الحالة غدا تكون احسن طريقة عندي هي ندر underscore صافي لدرت underscore غدا تقول عندي private folders وذيك روت وقاع دوك نستد روت اللي منها حتى حاجة ما غدا تبقى خدامة يعني هكا نكون ديزاكسيفيت ديك لاغوت ولاغوت اللي ليه يعني هدا السيمال زوين في private folders اجيودة بندوزون نشوفو براتيك باش نتعلموه كسر هدا والبروجيكت ديالي عندي هنا واحدة البيج اللي هي فورم كاللقى slash form في هاد الفورم دابا بغيت نحيد هاد slash form ما تبقىش خدام بدنا نسدها شنو غادي ندير غادي نرجع للكود وغادي نطبق المبدأ ديال private folders غادي نجي هنا وندير underscore إذا رجعت هنا القاديس page could not be found يعني ما تبقىش خدامة نفترضو مثلا ندير underscore هنا ما تبقى عندي not found ما تبقىش خدامة ما تبقىش خدامة private route نفترضو احنا يجينا في شي بروجية مثلا اللي يحتاجين في هذا underscore يعني كان ضروري نزيدوها لشي حالة معينة مثلا ما تبقىش خدامة ما تبقىش خدامة ما تبقىش خدامة ونحن ديالجا عارفين بلي لدرنا underscore نكست جيس غادي اعتبر بلي هادي راها private route وأي حاجة وسطها حتى هي غادي تعتبر private route للحل في هذه الحالة سهل بزاف ولقد نجوجي حلول الحلول هو ما نخدموش بال underscore نحيدوها يعني نحيدوها صافي ما نخدمش لنا مثلا نختارو شي نايمين واحدة أخر ونحن ديالنا وللحل الثاني لكنا مجبارة ندروا بها الطريقة نحيدو ونعودوها ببرسنتاج خمسة F بحلقة ها كارها encoded يعني نكست جيس ما كيتسوقش لها ما كيعرفها هاش داجا يعني كينقزها ما كيعتبرها private route فاش كندر بحلقة كتولي بها الطريقة وإلى رجعت هنا كالقلاباج عندي خدامة يعني هنا ما بقلاش محسار من البرنسيب ديال private routes ولكن شانجينا بحالة تفليل على lex.js باش يدوزها لنا أعلاج حتى lex.js في الشيجي راوتر دياله في الأب راوتر يقلب على underscore وأنا لم أعطيته أندرسكور أنا أعطيته هذا برسنتاج خمسة فهي يراها encoded يعني 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 يدكوديها اللي هي underscore يقلب عليه هنا صاف يعني هذه الطريقة لو كنت نخدم ب underscore يعني تقدروا خدموا نيشا نحاول دابع نطبق البرنسيب للسبب فولدرز عندي هنا services وسطها service 1 وسطها واحد page في هذا الكمبوننت إذا دخلت هذا الرأس غلقه service نزيد هنا page دابع إذا طبقنا هذا البرنسيب هنا هنا صافي هذه underscore services يعني هذا البرنسيب لا تقوم بها نطبق وإذا نذهب إلى slash service 1 حسن لا تقوم بها يعني تقوم بها هذه وتقوم بها أي فولدر سيكون هنا أي حاجة نضيف فولدر وسطها حسن نتمنى تكونوا فهمتوا هذا البرنسيب 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 فولدرز ونطلقوا إن شاء الله الفيديو الجاية باش نشوفوا الـ لبسوا في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى